وليسمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تاريخ حافل بالعطاء والبذل في خدمة بلاده وشعبه على مدى عشرات السنين شغل خلالها العديد من المناصب أدى مهامه فيها باقتدار وتميز وكان آخرها تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد عام 2006 صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله ولد في السادس عشر من يونيو من عام 1929 في مدينة لجهرة تلقى تعليمه في مدرسة لمباركية هو أول وزير إعلام والثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت وشغل منصب وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن ليرسم ملامح السياسة الخارجية الكويتية بكل اقتدار وليتعامل بكل حنكة سياسية مع مختلف الظروف والتحديات التي وجهتها الدولة الشقيقة تولى مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في 29 يناير من عام 2006 خلفا لسعد العبدالله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليه بصفته رئيس مجلس الوزراء قام مجلس الوزراء في 24 يناير عام 2006 بتزكيته أميرا للبلاد وبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة قاد البلاد بعزم على مسار التطور والنماء وفق رؤية استشرافية تستقرئ المستقبل وتضع الخطط الناجعة لترتقي البلاد وتتطور عاما بعد عام في عهده الزاهر فشهدت دولة الكويت نهضة تنموية شملت مختلف المجالات من خلال عدة مشاريع تنموية في عدد كبير من المجالات التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية الالتفاف الشعبي حول قيادته والحب المفعم بين القائد والشعب كان سمة بارزة لدى الأمير الراحل وشعبه باد لهم الحب بالحب والوفاء وامتدت يد العطاء لتمسح الحزنة وتخفف الألم عن المنكوبين والمتضررين من الصراعات والحروب والكوارث فاستحق عن جدارة لقب أمير الإنسانية خصاله النبيلة ومسيرته الحافلة بالخير أكسبته احتراما من قبل الجميع شعوبا وحكومات رحم الله أمير الإنسانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة